استيقظ سكان حيسان تاسيلينا في مردي بلاتا بالأرجنتين بقطيع من الأبقار والخيول تجول بحرية عبر المدينة وعلى رغم من محاولات صاحبتها بجمعها مجددا إلا أن المشهد كان عبثيا حيث كانت الأبقار تجري منها لتحتل حارات مرور السيارات الأمر الذي أغضب السكان الذين حاولوا طرد الأبقار من حدائق منازلهم إنه حي سكاني لذلك لا ينبغي أن يتعايش الناس مع نشاط الحيوانات المختلفة كما هو الحال في الحي والذي استنكرناه في مناسبة لحصر لها الحقيقة هي أننا نتعايش مع قطعان من الخيول والتي تمر عبر الحي بشكل دائم ومستمر هذا يزعج السكان والواضح أن أكثر ما يزعج السكان هي القذارة التي تخلفها الحيوانات عبر المدينة دع هذه الأبقار تمر تخيل ما تفعله القذارة التي تخلفها والإزعاج الذي يصنعه صوت الأقدام الدائم على الأرض وأيضا ليس من اللطيف العيش مع حيوانات من هذا النوع في هذا المكان فالمرء يحب الحيوانات ولكن كل شيء يجب أن يكون له مكانه لكن بالنسبة لبعض السكان فالأمر بات طبيعيا لأنهم اعتادوا على رؤيتها بشكل دائم ووفقا للتقارير كان الجيران يرون الثديات في المنطقة منذ شهور وهو أمر أصبح مألوفا في هذا الحي مع الأبقار وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث مرور على رغم من أن هذا لا يزال يمثل شغل شاغل للجيران إلى جانب الفضلات والأوساخ التي تخلفها الحيوانات في طريقها